اهلا بكم اعزائي طلبت وطالبات الشهادة الاعدادية وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء ومدرسات الاجتماعية النهاردة هنستعرض معكم موضوع شايد جدا جدا وهو موضوع التعدين ومصادر الطاقة في العالم اول نقطة ناخدها في درسنا النهاردة يا ولاد ما المقصود بكلمة التعدين هزر قدامنا على الشاشة الوقت المقصود بكلمة التعدين التعدين يا ولاد هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض يبقى اذا يا ولاد التعدين ده هو عملية استخراج المعادن ليس المعادن فقط ولكن مصادر الطاقة طيب بنستخرج هذه المعادن ومصادر الطاقة يا اما من باطن الارض على مسافات كبيرة يا اما بالقرب من سطح الارض اذا التعدين بيشمل المعادن وبيشمل مصادر الطاقة هنشوف التعريف قدامنا هزر على الشاشة الوقت تعريف التعدين هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض طيب يا ترى ايه هي مراحل التعدين يا ولاد كيف يتم التعدين اولا البحث والكشف عن الخامات مرحلة البحث والكشف عن الخامات بناخد عينات من التربة ونشوف هل هذه التربة تحوي على معادن ام لا اذا كانت تحتوي على معادن هنا يكون المنجم في هذه الحالة تأتي المرحلة التانية وهي مرحلة الاعداد عملية اعداد المنجم للتعدين تتطلب اولا انشاء طرق للسيارات انشاء سكك حديدية لاستخدامها بعد ذلك في نقل المعدن ثم مساكن للعاملين بالمعدن واحد يسألني يقول ليه المساكن دي يا مستر اقول له طبعا لان المساكن دي مهمة جدا لان احنا عارفين ان ممكن المنجم ياخد عشرات السنين فلا بد من اقامة كاملة للعاملين يا اولاد المرحلة التالتة وهي مرحلة الانتاج والنقل والتوزيع بعد ما جهزنا المنجم خلاص عملنا الطرق عملنا السك الحديدية عملنا كمان يا اولاد المساكن للعاملين نبتدي ننتج من هذا المنجم نطلع الخام ونبتدي ننقله لو انا دولة متقدمة ببتدي انقل المصنع واصنع هذه الخامات طب لو انا دولة نمية لا امتلك امكانيات التصنيع ببتدي طلع المنجم على طول على الميناء علشان اصدره للدول الصناعية الكبرى يبقى مراحل التعدين اولا مرحلة البحث والكشف عن الخامات اثنين مرحلة اعداد المنجم لعملية التعدين ثالثا مرحلة الانتاج والنقل والتوزيع وانحنا فهمنا عن كلمة توزيع دلوقتي توزيع يعني النقل من المنجم الى المصنع لو دولة متقدمة او عندها امكانية التصنيع لو دولة نمية لا تملك تصنيع هذا الخام تقوم بتصديره الى الدول الصناعية الكبرى يا اولاد لتصنيعه هناك طيب عندنا يا اولاد دلوقتي الموارد المعدنية في العالم يترى قشرة الارض فيها كم معدن تحتوي قشرة الارض يا اولاد على الفين معدن ولكن المعروف على مستوى الصناعة والتجارة 200 معدن فقط يبقى قشرة الارض تحتوي على العديد من المعادن التي يبلغ عددها حوالي الفين معدن المعروف لنا من المعادن على مستوى الصناعة والتجارة في العالم 200 معدن فقط دي يا اولاد فكرة عامة عن المعادن وعملية التعدين وتعريف مصطلح التعدين طبعا اهم الموارد المعدنية في العالم عندنا الحديد الحديد من اهم الموارد المعدنية في العالم ثم معدن النحاس من الموارد المهمة ايضا ثم معدن البوكسيت والبوكسيت طبعا نتعرف عليه دلوقتي اللي هو خامل الالمونيوم أيضا عندنا معدن المنجنيز عندنا معادن أخرى مثل الفوسفات طبعا الفوسفات من الصخور المهمة جدا عندنا أيضا يا أولاد معدن الكروم معادن كتير جدا في العالم ولكن هندرس بس الحديد والبوكسايت والنحاس نبدأ بالحديد يا أولاد الحديد يا أولاد من المعادن المهمة في معلومات أساسية عاوز أعرفها عن الحديد إيه هي المعلومات دي أولا الحديد أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان واستخدمها في الصناعة ثانيا هو أكثر المعادن استخداما في الصناعة بص كده حواليك كده هتلاقي معظم الصناعات اللي موجودة حواليك سواء الصناعات اليدوية أو الصناعات الحديثة الحديد لازم يدخل يا أولاد في الصناعة هو أكثر المعادن استخداما في الصناعة يبقى المعلومة الأولى أن الحديد يا أولاد هو أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان الحديد يستخدم في العديد من الصناعات يعني أكثر معادن استخداما في الصناعة كمان يا ولاد ينتج الحديد في كل قرات العالم طبعا تأتي دولة الصين في المرتبة الأولى انتاجا للحديد ثم دولة استراليا الصين واستراليا أهم دول انتاج الحديد في العالم الصين واستراليا أهم دول انتاج الحديد يبقى كده الحديد من أهم المعادن المستخدمة في الصناعة وعرفه الإنسان منذ آلاف السنين كمان دي صورة يا ولاد الحديد الحديد الصلب بعد تصنيع يا ولاد الحديد بعد تصنيع واستخدامه في العديد من الصناعات زي حديد التسليح الحديد يا ولاد يوجد في كل قرات العالم عاوزين نقول كمان ان 30% من انتاج الحديد يدخل في التجارة الدولية 30% من انتاج الحديد في العالم يدخل في التجارة الدولية هناك دول نامية مثل دولة موريتانيا العربية تقوم بتصدير الحديد إلى الدول الصناعية الكبرى الدول النمية تقوم بتصدير الحديد إلى الدول الصناعية الكبرى يبقى إذن يا أولاد موضوع الحديد سهل جدا جدا المعلومة الأولى في الحديد أننا اكتشفنا الحديد منذ آلاف السنين أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان أكثر المعادن استخدامها في الصناعة كمان يا أولاد الحديد ده بينتج في جميع قرارات العالم الصين واستراليا تحتل المركز الأول والثاني في إنتاج الحديد في العالم الدول النامية مثل دولة موريتانيا العربية تقوم بتصدير الحديد إلى الدول المتقدمة زي بريطانيا واليابان 30% من إنتاج الحديد العالمي بيدخل في التجارة الدولية معنا صورة هيا أولاد بتوضح لنا إنتاج الحديد والصلب داخل أحد المصانع صورة بتوضح لنا صناعة الحديد والصلب في داخل أحد المصانع تظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي حالنا هيا أولاد للحديد أثناء تصنيعه زي ما احنا قلنا الحديد أهم الدول المنتجة لهم الصين واستراليا وظهرت قدامنا دلوقتي يا أولاد الصورة على الشاشة هي صناعة الحديد والصلب ننتقل إلى المعدن الثاني يا أولاد وهو معدن النحاس النحاس يا أولاد من المعادن المهمة جدا في العالم النحاس دي يا أولاد طبعا بيستخدم في صناعة الأدوات الكهربائية وصناعة أسلاك الكهرباء والتليفون النحاس من المعادن المهمة في صناعة الأدوات الكهربائية يستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء والتليفون طب يا ترى الدولة الأولى عالميا في إنتاج النحاس هي دولة شيلي واحد يقول لي دولة شيلي دي موجودة فين يا مستر أقول له في أمريكا الجنوبية يمكن إحنا وإحنا بندرس جبال الإنديس في الفصل الدراس الأول شفنا أن شيلي دي طبعا جبال الإنديس بتمر بيها إذن دولة شيلي في الجهة الغربية من أمريكا الجنوبية تحتل المركز الأول في إنتاج النحاس في العالم أيضا دولة الصين من الدول المهمة جدا في إنتاج النحاس شيلي والصين من الدول الهامة جدا في إنتاج النحاس في العالم طبعا يا أولاد النحاس مهمة جدا جدا في العديد من الاستخدامات هنجيب لكم صورة دلوقتي لمعدن النحاس في العالم عشان كلنا عارفينه يا أولاد طبعا وشوفناه في البيئة بتاعتنا هنجيب لكم صورة للنحاس حالا دلوقتي يا أولاد اهو ادي معدن النحاس لصورة لمعدن النحاس هذا المعدن الذي يستخدم في صناعة أدوات الكهرباء والأسلاك الكهربائية وزي ما قلت لكم يا أولاد من شوية أن دولة شيل في أمريكا الجنوبية تحت المرتبة الأولى ثم دولة الصين ننتقل للمعدن الثالث يا أولاد وهو معدن البوكسايت واحد يقول لي أنا البوكسايت دي معرفوش ما شفتوش قبل كده البوكسايت هو خام الألمونيوم طيب إزاي إحنا بننتج الألمونيوم من البوكسايت طبعا لازم يا أولاد شروط معينة للإنتاج زي إيه؟ أولا لازم يبقى عندنا ضاقة كهربائية هائلة لازم يبقى عندنا خبرة فنية وعلمية لازم يبقى عندنا سوق واسعة تستوعب إنتاج الألمونيوم علشان أنا دولة نمية ما عنديش طاقة كهربائية هائلة ما عنديش خبرة فنية وعلمية ما عنديش سوق وسع تستوعب الانتاج علشان كده يا أولاد صناعة الألمونيوم بتقتصر على الدول العظمة أنا سامى واحد بقول لي طب ما مصر يا مستر فيها مصنع الألمونيوم في نجا حمادي أيوة فعلا مصر فيها صناعة الألمونيوم في نجا حمادي اعتمادا يا أولاد على كهرباء السبد العالي أنشأنا هذا المصنع معتمدا على كهرباء السبد العالي دي صورة يا أولاد بتوضح لنا انتاج الألمونيوم من البوكسايد انتاج دي صورة من أحدى مصانع الألمونيوم بعد انتاجه من خام البوكسايد إذن يا أولاد البوكسايد هو خام الألمونيوم الدول النمية لا تستطيع تصنيع البوكسايد إلى ألمونيوم لماذا؟ لأنها لا تملك الطاقة الكهربائية اللازمة لا تملك الخبرة الفنية والعلمية أو السوق الوسعة التي تستوعب منتجات الألمونيوم ولكن على مستوى استخراج البوكسايت استراليا والصين استراليا والصين أهم دولتين في إنتاج البوكسايت الخام طب صماعة الألمونيوم يترى هتكون موجودة في الدول الكبرى عندنا الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى أنا سامع واحد بيقول لي إزاي يا مستر ده الولايات المتحدة الأمريكية البوكسايت فيها قليل أيها فعلا البوكسايت قليل في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بتعتمد على البوكسايت المستورد من الخارج بس هي الشروط الثانية متوفرة عندها عندها الطاقة الكهربائية الهائلة عندها الخبرة والفنية والعلمية متقدمة عندها السوق الوسعة سواء الداخلية أو الخارجية التي تستوعب منتجات الألمونيوم ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كندا استراليا تعتبر من أهم الدول واليابان معهم برضو يا أولاد في إنتاج الألمونيوم يبقى محدش يقول لي أن الألمونيوم ده موجود في الطبيعة على هيئة ألمونيوم لا موجود في الطبيعة على هيئة بوكسايد موجود في الطبيعة على هيئة بوكسايد يبقى البوكسايد يا أولاد هو خام الألمونيوم طبعا عندنا معادن أخرى يا أولاد زي المانجانيز بس طبعا مش مقرر علينا للدراسة عندنا الرصاص والزينك عندنا أيضا معدن الدهب عندنا معادن كتير جدا جدا بس هنا فيه ملاحظة عاوزة أقولها لكم الاكتفاء مع بعضين يا أولاد دلوقتي رغم أن العالم أو الدول العالم النمية بص يا أولاد رغم أن الدول هنقول الدول المتقدمة الدول المتقدمة يسكن بها خمس سكان العالم يعني خمس في الرياضة يا أولاد بحنا أخذنا عشرين في المية رغم أن الدول المتقدمة يسكن بها خمس سكان العالم ألا أنها تستهلك خمسة وتمانين في المية من المعادن في العالم إزاي الكلام ده؟ خمس سكان العالم يستهلكوا خمسة وتمانين في المية؟ طبعا يا أولاد بسبب توافر إمكانيات التصنيع عندهم كل إمكانيات الصناعة فهم بيعتمدوا على الخامات المستوردة من الدول النمية وبيصنعوا عندهم وكمان عندهم خامات هما بيستخرجوها حد يسألني ويقول لي طيب الدول النمية بيسكن فيها كام من السكان؟ أقول لك بيسكن فيها أربعة خمسة سكان العالم ثمانين في المية من سكان العالم طيب يا ترى الدول النمية بتنتج كام أو بتستهلك كام من المعادن خمسة أشر في المية فقط ليه؟ لأن الدول النمية لا تملك أبدا إمكانيات التصنيع يابلو جلنا السؤال ده يا أولاد اهو يا ليت يا أولاد نكتبوه مع بعضين رغم أن الدول بما تفسر رغم أن الدول المتقدمة يسكن بها خمس سكان العالم فقط ولكن يا أولاد تستهلك 85% من المعادن المستخرجة في العالم هقول على طول لأن الدول المتقدمة يا أولاد تمتلك إمكانيات التصنيع إمكانيات التصنيع زي إيه؟ الطاقة الكهربائية الخبرة الفنية السوق العوامل الأخرى رأس المال يمكن لما إحنا نيجي يا أولاد نستعرض موضوع الصناعة في العالم هنعرف إيه هي مقاومات الصناعة وهنعرف أن الدول العظمة دي فيها كل مقاومات الصناعة تقريبا سواء الموقع الجغرافي سواء العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية كل هذه العوامل متوفرة في الدول الكبرى أما الدول النمية يا أولاد عندها معادن عندها خمات بس للأسف الشديد ما عندهاش إمكانيات علمية ما عندهاش روز أموال طيب دي بالنسبة لجزء الأولاني من درسنا النهاردة وهو ما يتعلق بالتعديم في العالم تعالوا مع بعضنا كده ناخد الجزء الثاني اللي هو مصادر الطاقة في العالم الصورة اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي يا أولاد بيتلخص لنا هذه المصادر المصادر المستخدمة للطاقة في العالم حد يسألني يقول لي طيب مصادر الطاقة بنقسمها لإيه هقول له برضو خدناه في سنة تانية عدادي مصادر طاقة غير متجددة فحم وبترول وغسط طبيعي ومصادر طاقة متجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج والمد والجزر وطاقة الطاقة الكهرمائية المولدة من الشلالات والسدود والأمواج يبقى إذن دي مصادر الطاقة في العالم يا جماعة الطاقة دي هي القوة المحركة الطاقة دي هي القوة المحركة لحياة الإنسان الطاقة لا غنى عنها إطلاقاً سواء على مستوى الاستخدامات البشرية اليومية أو على مستوى الصناعة حالياً يا أولاد في العصر اللي احنا عايشين فيه كل حاجة دلوقتي لا غنى عنها لا غنى عن الطاقة كل حاجة تقريباً متحرك بالطاقة العربية اللي احنا بنركبها القطار طائرة الساعة اللي احنا بنلبسها الموبايل اللي احنا بنشيله التلفزيون الأسانسير الأجهزة الكهربية كلها كلها شغالة بالطاقة مستحيل أن هذه الاختراعات الحديثة تعمل بدون طاقة الطاقة لا غنى عنها طبعاً ونحن بنشوف يا أولاد لما الكهرباء بتقطع شوية عندنا تقريباً بنحس نفسنا أن الحياة وقفت عندنا ليه؟ لأن احنا تعودنا على استخدام الطاقة في كل حياتنا فالطاقة لا غنى عنها سواء استخدامات البشرية اليومية أو على مستوى الصناعة ما فيش مصنع يشتغل من غير الطاقة مستحيل طيب يا ترى الطاقة دي يا أولاد ما هي مصادر الطاقة في العالم؟ عندنا الفحم الفحم هو أقدم مصادر الطاقة في العالم عندنا أيضاً البترول عندنا أيضاً الغاز الطبيعي الفحم والبترول والغاز الطبيعي مصادر طاقة غير متجددة قابلة للنفاذ الطاقة الكهربائية وطاقة الكهربائية ممكن نولدها من محطات تعمل بالبترول والغاز الطبيعي والفحم وممكن نولد الطاقة الكهربائية من اندفاع المياه من السدود والشلالات وممكن كمان الكهرباء نولدها من الطاقة الناوية السلمية اسمها الكهرباء الناوية وممكن أيضا من الطاقة الشمسية نحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تمام؟ عندنا أيضا طاقة الرياح استخدام الرياح على الطاقة واسع في توليد الكهرباء ويمكن مصر يا ولاد رائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي وهو استخراج أو استوليد الطاقة الكهربائية من الرياح عندنا أيضا طاقة الأمواج والمد والجزر نستخدمها في توليد الكهرباء المعية الفحم يا أولاد الفحم هو أقدم مصادر الطاقة احتل الفحم المصدر الأول والرئيسي للطاقة حتى أوائل قرن العشرين يبقى الفحم ده يا أولاد احتل المصدر الأول والرئيسي للطاقة حتى أوائل قرن العشرين على الفحم قامت السورة الصناعية في أوروبا في واخر قرن الثمنتاشر أيضا يستخدم الفحم حاليا في الدول الصناعية الكبرى في الصناعة وفي محطات توليد الكهرباء يبقى كده معلومات سريعة عن الفحم أعرف أن الفحم ده كان هو المصدر الأول والرئيسي للإطلاقة حتى أوائل قرن العشرين إيه تاني؟ الفحم ده يا أولاد قامت عليه الثورة الصناعية في أوروبا الفحم حالياً بيستخدم فيه الصناعة في الدول الكبرى وكمان يا أولاد فيه تشغيل محطات توليد الكهرباء طب يا تارى أكبر قرتين في العالم في إنتاج الفحم على طول هكتبهم قدامكم يا أولاد قرة أسيا وأوروبا يبقى أسيا وأوروبا أسيا وأوروبا دول أكبر قرتين في العالم إنتاجاً للفحم ليه؟ إيه الدليل على كده؟ ممكن يجي لي سؤال ويقول لي دلل أسيا وأوروبا أكبر قرتين إنتاجاً للفحم في العالم هقول له والله علشان أسيا وأوروبا بينتجوا 3 تربع إنتاج العالم من الفحم 75% من إنتاج العالم من الفحم بيجي من قرة أسيا وأوروبا طب من القرة اللي بعدين في المركز الثاني على طول أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية تحتل المركز الثاني بعد قرتي أسيا وأوروبا أسيا وأوروبا مع بعضهم تلت تربع إنتاج العالم 75% من إنتاج العالم من الفحم يأتي من أسيا وأوروبا ثم أمريكا الشمالية طيب واحد يسألني يقولي طب يا مستر على مستوى الدول حاضر دي واحدة كده يكتب لك الدول الصين الصين تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الفحم في العالم 47% من إنتاج العالم يأتي من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية 11% من إنتاج الفحم ثم دولة الهند 8% من إنتاج الفحم يبقى كده ترتيب الدول المركز الأول دولة الصين المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث الهند الصين الولايات المتحدة الهند في واحد يسألني طب مستر الفحم ده إيه أساسه طبعا دي في المعلومة الإسرائيلية بس احنا نوضحها هناك مدرسة على الهواء الفحم ده أولاد عبارة عن أشجار وشجيرات كانت موجودة منذ ملايين السنين ثم انطمرت تحت التكوينات الصخرية وبفعل الضغط والحرارة تفحمت هذه الشجيرات والأشجار وطبعا كونت لينا الفحم الحجري دي صورة يا أولاد لأحد مناجم الفحم تظهر قدامنا على الشاشة للوقتي هذه صورة منجم من مناجم الفحم يا أولاد طبعا الفحم احتل المصدر الأول لطلاقة في العالم حتى القرن العشرين كان عماد الثورة الصناعية في أوروبا في أواخر القرن الثمنتاشر زي ما ذكرنا في البداية دي منجم من الداخل يا أولاد أحد مناجم الفحم من الداخل زي ما أقول لكم يا أولاد لو جينا نتكلم على مستوى القرات هنلاقي قارة أسيا وقارة أوروبا في المركز الأول 75% 3 تربع إنتاج العالم ثم أمريكا الشمالية لما نيجي نتكلم عن إنتاج الدول الصين الولايات المتحدة الهند طبعا سبق وقلنا لكم هنا في مدرسة على الهواء أنكم كنتم مش مطالبين أن نحفظ الأرقام دي بس الأرقام مهمة لأنها طريقة للاستدلال والاستنتاج ما نحفظها شي بس نفهم الأرقام دي كويس جدا يا أولاد طيب نيجي بعد كده لنوع الثاني يا أولاد من مصادر الطاقة وهو البترول البترول يا أولاد دي برضو احنا صورة للفحم يا أولاد أثناء نقله من المناجم دي صورة للفحم أثناء نقله من المناجم ودي خريطة بتوضح لنا ادي اسيا ودي اوروبا ادي اسيا ودي اوروبا اقصر قرات العالم انتاجا للفحم دي خريطة بتوضح لنا انتاج العالم من الفحم وهنا يا ولاد بيشير الى قارة اسيا ثم قارة اوروبا في انتاج الفحم البترول البترول ده يا ولاد من مصادر الطاقة الهامة في العالم البترول من مصادر الطاقة المهمة طيب البترول مهم ليه هلكتبهم مع بعضين أهمية البترول أولا يا أولاد يرتبط البترول بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية نحن نرى يا أولاد الدول اللي بتنتج البترول ذات مستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع يبقى البترول يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ايه تاني هو البترول بيرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بس لا اه ده البترول كمان يا ولاد مرتبط بالمشكلات السياسية مرتبط ايضا بالمشكلات السياسية البترول ايضا يا ولاد يشكل مع الغاز الطبيعي كام؟ 55% من مصادر الطاقة في العالم يبا دي اهمية البترول يوجد الناس يقول في الامتحان بما تفسر اهمية البترول هنقول يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بالمشكلات السياسية يشكل مع الغاز الطبيعي 55% من مصادر الطاقة طب فيه سؤال مهم جدا اهم من السؤال ده البترول في زيادة مستمرة من حيث اسعاره يا ولاد طب نكتبه مع بعضين السؤال ده اسعار البترول بما تفسر برضو خلي بالك دي اسئلة الشهادة الاعدادية يا ولاد بما تفسر اسعار البترول في تزايد مستمر ليه؟ اولا يا ولاد لان البترول زاد الطلب عليه يبقى زيادة الطلب عليه زيادة الطلب عليه خلي اسعار البترول تفعز كمان تعدد استخداماته طبعا البترول ومشتقاته يستخدم في العديد من نواحي الحياة ما ننساش كمان يا ولاد انه طاقة قابلة للنفاذ في يوم من ايام هيجي يوم يا ولاد وحقول البترول دي هتنفذ اكيد واحد يقول لي هو البترول يا مستر عبارة عن ايه؟ اعرفنا الفحم ده عبارة عن شجيرات واشجار كانت موجودة من زمالين السنين البترول دي عبارة عن ايه؟ مش مقرارة علينا ولكن هي في المعلومة الاسرائية عبارة عن كائنات عضوية البترول كائنات عضوية كانت موجودة منزو ملايين السنين غطتها رواسب الطين والرمل ثم تحللت وتحولت الى البترول يبقى البترول يا ولاد من اهم او يعتبر اهم مصادر الطاقة حاليا من هي الدولة الاولى في البترول؟ الدولة العربية الاولى في الوطن العربي وفي العالم المملكة العربية السعودية ثم روسيا ثم الولايات المتحدة الامريكية يبقى السعودية ثم روسيا الولايات المتحدة الامريكية ننتقل إلى الغاز الطبيعي طيب الغاز الطبيعي دي عبارة عن مجموعة غازات موجودة في مسام الصخور طيب الغاز الطبيعي دي يا أولاد مهم؟ آه طبعا مهم بس لازم نفرق بين سؤالين هنا في الغاز الطبيعي خلي بالك معايا وكتب معايا لو جي سؤال وقال لنا دلل توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي أقول له آه والله الدليل على كده استخداماته في المنازل في محطات توليد الكهرباء في الصناعة في السيارات باستخدمه ليه في السيارات يا جماعة بديلا عن البنزين للحد من تلوس البيئة يبقى لو قال لي دلل هالدليل توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي هقول له يستخدم في المنازل يستخدم في محطات توليد الكهرباء في الصناعة في السيارات طب لو قال لي بما تفسر آه لا السؤال هنا مختلف شوية يا أولاد لو قال لنا بما تفسر بقى توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي هقول لأنه سهل النقل رخيص السعر أقل تلويسا للبيئة من البترول طبعا يبقى فيه فرق بين سؤال دلل وسؤال بما تفسر طب يا ترى من القارة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي في العالم أوروبا أوروبا هي أكبر قارات العالم إنتاج للغاز الطبيعي طب الدول الولايات المتحدة الأمريكية طب يا أولاد عندنا مصادر أخرى للطاقة متجددة سريعا كده عشان معادل حلقة عندنا طاقة كهربائية من الأمواج وحركات المد والجزر عندنا أيضا طاقة كهربائية مولدة من الرياح عندنا طاقة كهربائية يا أولاد من الطاقة الشمسية حيث يتجه العالم حاليا لاستخدام الطاقة النظيفة يبقى أسن دلوقتي الطاقة الكهربائية حرارية لو طاقة كهربائية حرارية يبقى من محطات تعمل بالبترول والغاز الطبيعي والفح طاقة كهرمائية من السدود والشلالات وحركات المد والجزر كهرباء من الرياح طبعا يا أولاد مصر تتصدر الوطن العربي في هذا المجال أعزائي الطلاب انتهينا من دراسة التعديل ومصادر الطاقة أشوفكم الأسبوع اللي جاي شكرا لكم وإلى اللقاء